كانت الدولة بتنفذ مشروعات اسمها المسميهات مختلفة سواء كان الإسكان القومي أو الإسكان الشباب أو الإسكان الشعبي أو الإسكان التلصادي كلها كانت الوحدات فيها مساحتها لا تتعدى الـ 70 متر مربع أعلى مساحة الدولة عما يتاكد 70 متر مربع لهذه الشريحة وحدات كانت فيها مشاكل ممكن تلاقي الناس بتشتكي مفيش مرافق مفيش خدمات الناس بتشتكي التسليم بيتأخر لسنوات وبعد سنوات محدش بياخد كمان الناس كانت بتشتكي من شكل الإمراض الكئيب لو روحنا بعض الاحياء القديمة في المدن الجديدة او في الاسكان الشعبي في المحافظات القائمة هنلاقي الوحدات اللي هي ملهاش منظر او شكل هندسي ومعماري زريف وكلها الصرف الصحي ضارب فيها فده كانت اخطاء مشروعات سامنية اللي تعلمنا منها عشان كده احنا عملنا في الاول اسكان الاجتماعي المسابقة عشان يخرج بتصميم هندسي ومعماري على اعلى مستوى رقم اثنين صودنا مساحة الوحدات الاسكان الاجتماعي بالضبط يا فنين جات وحدات الاسكان الاجتماعي زودنا المساحة خلناها تسعين متر مربع تلات غرف وصالة وكان ده حاجة من اللي اكد عليها سادة الرئيس اللي قال لازم تمره تلات غرف وصالة ان لو راجل متزوج وعنده ولد وبنت لازم في سن معنا يفصل بينهم حاجة دينيا بالضبط كمان عملنا المشروع الحمد لله حتى الان احنا نفذنا حوالي ماتين وخمسين الف وحدة تقريبا يعني ربع مليون وحدة سكنية وبننفذ ربع مليون وحدة سكنية اخرى ان شاء الله لعام القادم ننتهي منهم وده عدد اضعاف 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 ما كان ينفذ فيه سنوات سابقة الوحدات دي برضو كان من الحاجات اللي احنا تلافناها وحاولنا على قدر الامكان ان احنا نقفل كل صغرات التلاعب بالوحدات اللي كان بيحصل قبل كده كان زمان ممكن مواطن يكون يقدم مرة وخد وحدة سكنية ويرجع يخشيلي في الطبور تاني وياخد وحدة اخرى ويتاجر بيها ويتكسب منها كان مواطن ممكن يقدم ورق غير سليم للحصول على وحدة سكنية كان مواطن ممكن بالوسطى او بالمحسوبية يحصل على وحدة سكنية مش من حقه كان مواطن ممكن ياخد وحدة سكنية في الدور اللي هو عايزه يسيب الدور الارض ويسيب الدور الاخير وياخد الوحدة في الدور المتكرر كل ده كان بالوسائط كان مواطن ممكن ياخد الوحدة وبعد ما ياخدها تاني يومي يبيعها ويتاجر فيها كان مواطن ممكن ياخد الوحدة السكنية وتاني يومي ليبها مشاط تاني يعملها مكتب اداري سوبر ماركت محل تجاري ايا كان كل السلبيات اللي انا قلتها دي الحمد لله تلافينها في هذا المشروع ومش تلافينها بقرارات ولا بتعليمات تلافينها بقانون اشتركوا في القناة